تتجه الانظار صوب ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبل والمباراة المرتقبة التي تجمع الزمالك بالوداد البيضاوي المغربي في قمة عربية بنكهة افريقية باطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري ابطال افريقيا ويخوض البرتغالي مانويل جسوالدو فيريرا لاختبار الاول له مع الزمالك في ولايته الثانية خلال مباراة الوداد المغربي البروفيسور سبق له ان تقابل امام احد الاندية المغربية خلال ولايته الاولى داخل القلع البيضاء وواجه الزمالك تحت قيادة البرتغالي المخضرم فريق الفتح الرباط المغربي في الدور ثمن النهائي الاضافي ونجح الفارس الابيض في ولاية فيريرا في عبور بطل المغرب وبلوغ مرحلة المجموعات عن جدارة بعد تعادل سلبي في القاهرة وانتصار ثمين في الرباط بثلاثة اهداف مقابل هدفين وسجل في مباراة العودة بالمغرب كل من باسم مرسي وعمر جابر وحازم امام مواجهة مغربية جديدة لفيريرا يستهل بها مغامرته الثانية داخل اروقة ميت عقبة خلال مباراة الوداد المرتقبة الجمعة المقبل من اجل انتصار ينعش امال وحظوظ فرسان القلع البيضاء في بلوغ ربع النهاء القاري بالنسخة الجارية من دوري ابطال افريقيا اشتركوا في القناة